اشتركوا في القناة تفضل مشكورا وابدأ ببسم الله وعلى بركة الله في الدرس الاسبوعي ونحن الآن بانتظاركم وكلنا اذان صاغية حتى نستفيد من فيض علمكم ونتمنى لك التوفيق والسداد ونضع الله سبحانه وتعالى ان يكون عملكم هذا الجليل في ميزان حسناتكم الى يوم الدين ونتمنى لاخواننا على الصعيد العربي الفائد العلمية في مجال تربية النحل وادارة المناحل حياك الله استاذنا الجليل تفضل مشكورا نحن بانتظاركم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأساتذة الفضلاء الأخوة الأعزاء حياكم الله ووفقنا وإياكم لما فيه خير بعد الدرس الهام عن رحيق الأزهار وكل المتعلقات بالموضوع كمادة حلوة تختزل العديد من خاصيات النبات كركيزة من ركائز تربية النحل مع حبوب اللقاح والذي بدونهما لن تكون لها أي قائمة بتاتا انطلاقا من هذا الأمر حتما لا يعدر أي مربي نحل في أن يكون ملم بكل أو على الأقل بحيتيات حبوب اللقاح والرحيق أساس أي عمل محتمل إن هو عقد العزم على مواصلة تربية النحل بشكل الذي يخدم القطاع وخدمة القطاع لا يمكن إلا أن توتي تمارها أو على الأقل تمديد العون للآخرين بالنصح والمشورة الحسنة رغبة من الأجر من الله جل وعلا ونحن نسير في هذا السياق وفي الدرس التام من هذه الدروس النيرة والتي نأمل أن تنير طريق أنحان وتضعه في المصاري الصحيح درسنا اليوم بعنوان الندوة وإشكاليات السكريات الندوة هذه سائل حلو يرعى عليه النحل من فوق الأوراق الأشجار أو السجيرات السننبر ميليز با شجارة التنوب سعب إيبيسيا البلوت الفلين شينليج الزيزافون أو الكلس تيول من بين أصنافه تيليا أرجنتي أو تيليا كورداتا النبق وغيرها وقد تكون من على الحبوب الضرى مثلا قد نسمع عن ندوة السننبريات لكن عند المرور من بينها تشدك يشدك رأي النحل والدبابير من غصن لآخر على قطرات حلوة تسقط من حشرات المن على الأغصال أو على الأرض مصدر هذه الندوة إفرازات المن لبيسرا بصنفه الأخضر والأسود من فاصيلة لزوموكتاع والقرمزيات اللي هي ليكوشني من فاصيلة ليكوكسيدي بأصناف عديدة جدا لا دائية للرجوع إليها قد يدخل فيها أصناف القمل بدون أجنحة والذي نجده مثلا على أشجار الحمضيات الزيتون وغيرها وقد يكون المصدر من حشرات لا دغع ومصاصع لزيمي بتاع تتفل على النباتات لتمتصع سارة النبات محتوها من سكريات والماء الزائد ترمي به من فتحة الشرج لانوس على شكل قطرات شراب مكونة لندوة وقد تنشط تنشط حشرة المن والقرمزيات لتتكاتر بعد شتاء معتادل متبوع بصيف جاف مع لايالي باردة على العكس من ذلك تساقطات مطرية في الربيع قد توعيق هذا النمو أو قد تحد السنوبريات هذه متواجدة في أواصل سبعينات والثمانينات بمساحة هامة في جبال الألب والتي قد تمتد لما يقرب من ألف كيلومتر تمر عبر دول أوروبية عديدة خاصة بفرنسا والكتل الوسطى ماسيف سنترال بها هذه الأشجار تتطفل عليها حشرة المن من صنف كاسم علمي سينارا بيكتيناتا يرعى النحل على مخلفاتها من ندوة ترتفع الإنتاجية بعد السنوات إلى مرضودية وافرة بحكم عدم تواجد مرضودية منتظمة سنة بعد سنة ما دفع فرنسا لتصديرها إلى ألمانيا بعد أن ركز البعض على هذه الإنتاجية فكان منهم من تخصص فيها من مربي النحل لكن بعد مدة توقف استيراد هذه المادة والتي هي الندوة ربما لمعرفة أنها في الأصل فضلت حشرات المن فنفرت منها نفوس المستهلك فكان ما كان إذا رجعنا لدورة حياة هذه الحشرة حشرة المن وهي المنتجة بوفرة لندو بيضة الشتاء بعد أن تم وضعها في أواخر الخريف اليرق المؤسسة لالاغ فونداترس قد تبيض في شهر مارس إلى أبريل 25 بدون عملية تلقيح في شهر ماي جيل ثاني جديد يظهر وتظهر معه 625 يتضاعف العدد 25 مرة ثم جيل ثاني يونيو ب15 600 ثم جيل رابع 390 في شهر يونيوز ثم جيل خامس بأكتر من 9 ملايين ثم في شهر غشت فيصل الجيل السادس إلى 244 مليون في سبتمبر ثم بعدها الجيل السابع ب6 ملايير ثلاثة إينات وثلاثة دقون يتم التزاوج بينهما يتم الاحتفاظ ب20 بيضاء الشيطاء ليصل العدد بعد توالي الأجيال إلى 60 مليار وهكذا حشرة المن هذه تكون ملتصقة ببراعم الأغصان بالأوراق من الأسفل قد تسبب في التوائها بشكل عرضي وليس على الطول كما هو الحال مثل مخلفات لاغمة أوراق الحوامض وهي لامينوز الإسم العلمي في لوكنيستيس سيتريلا تمتص عصارة النبات والتي هي غنية بمواد سكريات كما أشرنا من قبل لكن بها نسبة ضائلة من مواد أزوتية ضرورية لحاجيات وتكاثر النوع للتغلب على هذه الصعوبة في التغذية المن يحتوي على جهاز هضمي خاص به كيس فيلتر أو تصفية يساهم في تفادي إحراج المايدة والأمعاء بمواد سكريات زائدة قد تصل إلى 80 إلى 90% من حاجيات هذا المن في حدود 10 إلى 20% من سكريات قد لا تصلها الزوائد هي التي يرمي بها المن بالخارج حيث عصارة النبات عند مرورها من الجهاز الهضمي للمن قد تقع تحولات كيميائية بفعل أنزيم دياسلاز نشط بشكل خاص حتى أن عصارة النبات الصنوبر مثلا لا تحتوي على الميليزيتوز لكن قد تجده بوفرة فيندوى منها نتيجة تفاعلات بفعل إفرازات المن إذا عدنا للسكريات الممكن توجدها فيندوى باختلافات واضحة حسب كل مصدر فنجد 60% سكاروز 20% ميليزيتوز ثم الجليكوز والليفيلوز بنساب أقل كسكريات بسيطة ثم المالتوز فتريالوز وغيرها قد يرعى النهل على أشجار التنوبل السنوبر وهو به فوائد تفوق الأوكاليبتوز يعطي ندوى بوفرة سمية مان دمغيانسان من من بمنطقة جبال الألب خاصة بفرنسا غني بالميليزيتوز والذي يتبلور بسرعة كبيرة كذلك على الأوراق والبراعيم وحتى على البراويز حيث يتطلب كسر العيون السوداسية إلى شمال أساس الميليزيتوز هذا اكتشفه بيرتيلو سنة 1856 بعد أن وجده في مان دو بريانسان ندوة المن من جبال الألب كما أشرنا زيادة على ما أشرنا إليه من السكريات المتواجدة في الندوة قد نجد بها كذلك حبيبات اللقاح خفيفة وزن أنيموفيل كما أشرنا في الدول الصادقة أكثر ما نجده في العسل وأبواغ فطريات مع بياش عسل الندوة مرتفع بالمقارنة بعسل الرحيق والذي به بياش 3.5 إلى 5 وكذا ديقوم مادة لازيجة لامعة من جدع بعض الأشجار ثم مادة ديكسترين تستعمل في العديد من الصناعات منها ما هو مرتد بصيدلة يضفي عليها خاصيات علاجية للإنسان وإن كان هناك بعض التأثيرات السلبية نسبيا خاصة صعوبة في الجهاز الهضمي للنحلة رغم ذلك بالنسبة لمرب النحل الندوة لها فائدة مزدوجة وفرة في الإنتاج والبيع بثمن مرتفع المراحظة أن هناك تقلبات في الإنتاجية سنة على ثلاث سنوات وفي نفس المنطقة قد يرى النحل على الندوة طيلة النهار لكن غالبا ما يكون التركيز على الرعي مبكرا قبل الساعة التاسعة صباحا أو في آخر النهار بعد الساعة السادسة مساء وقت ما تسمح به ظروف الرعيم آخدا بعين الاعتبار تواجد النمل بكترا كآفة قد تعيق طبيعة عيش المن وما يواجهه هذا الأخير في محاربة في القضاء عليه بأدوية منتج مبيد للمن لبخودوي آفيسيد كما نسميهم في كل الضيعات الفلاحية أحيانا قد يكون في فترة التظهير مع احتمال استعمال أدوية غير سامة لها فعالية مثل البيريمور مثلا 50 جرام في 100 لتر من الماء لو عدنا لرحيق الأزهار وما يختزله من خاصيات كل نبات نكهة أو قد تدخل في علاجات متعددة وخلق طاقة عند مستعمليه بعد كل تحول كيميائي لما يحتويه من سكريات بزيادة ريق تجعله سائل مائع وبالأخص تغنيه بأنزيمات كمحفز كيميائي حيوي مصدر كل تحول فنجد قاعدة عامة تقربنا بشكل أو بآخر لنتيجة المعادلة المطروحة حيث حيث التحولات هذه تعطينا عسل كما نرى 12 تلكاربون 22 هيدروجين و11 أكسجين سكر سكر ثنائي زائد 2 هيدروجين واحدة أكسجين الماء بفعل أنزيم لانفيرتاز يعطي مجموعتين ستا كاربون 12 هيدروجين ستا أكسجين اللي ليكوز والديكستروز بتقريبا 31% المجموعة الثانية نفس تركيبة ستا كاربون 12 هيدروجين ستا أكسجين الفريكتوز اللي فيلوز بتقريبا 38% وهي سكريات وحادية مجموعتين لهم نفس تركيبة العامة لكن أدوار وقواعد كيميائي وبيولوجيا مختلفة تماما نقول سوصان ديزيزو مار شيميك بعودتنا لموضوع سكريات بشكل مقتضى ما هي الكاربوهيدرات الإجلوسيد هو جسم عضوي حيث الجزء يحتوي على سلسلة الكاربون واحدة أنوز وتعداد من هذه السلسلة بلوزير فنجد أولا لزوز كاربوهيدرات بسيطة غير قابلة للتحلل المائي تانيا لزوزيد كاربوهيدرات نسبيا معقدة التحلل المائي يسترخي سلسلة الكاربون واحدة أو أكثر وينقسم إلى قسمين أولا لزوزيد مقوة خاصة من سلسلة الكاربون تانيا لزيتروزيد جزي مختلط ومعقد عموما يحتوي على سلسلة الكاربون واحدة أنوز مع أشياء أخرى نعود للتعريف بسلسلات الكاربون أنوز والتي هي كحون متعددة تحتوي إما وظيفة الضيد نقول فونكسيون الضيد أو وظيفة سيتون فونكسيون سيتون فنجد هنا سنفين ديزالدوز مثل غليكوز وهي سكريات فاكهة حلوة مثل موز مثلا العنب التين ثم ليسيتوز مثل فريكتوز سكريات بمدق يميل نسبيا لحموضة الفاكهة التفاح مثلا الاثنان لهم نفس الصغة الشاملة ستا كاربون تناشدروجين ستا أوكسيجين لكن وظائف وخاصيات كيميائية وبيولوجيا مختلفة جدا وكما أشرنا سوصاندي زيزومير شيميك على العموم كل جزء سلسلات الكاربون تمتلك على الأقل ثلاث ضرات الكاربون وعلى الأكثر سبعة ضرات الكاربون حيث تصنيفات سلسلات الكاربون يتم حسب حجم الجزئات لموليكي الدوز قلنا كل جزء سلسلات الكاربون تتموليكي الدوز تمتلك على الأقل ثلاث ضرات الكاربون ليتريوز ثلاث ضرات الكاربون مثل لغليسي غالدييد هو جسم يتفاعل بفعل حامض كاربوكزيليك أو حامض الفوسفوريك بيو 4 عش 3 على الكحول بإزالة الماء حامض يظهر في جميع الخلايا الحية لإخراج الجليكوز عن طريق تنفس أو تخمر ثم لتتروز أربع ضرات الكاربون غير مهم مثل ليريتوز والذي يتدخل في وقت ردات الفعل البناء الضوئي الفوتوسنتيز للغليكوز من طرف النبات الأخضر ثم نعود للبنطوز خمس درات الكاربون هو الأهم بسبب مثالين أولا الريبوز المتواجد في العيران أسيد ريبونيكوليك ثانيا الديزكسيريبوز المتواجد في العيران أسيد ديزكسيريبونيكوليك وهو الضوز C5 H10 أو 5 مشتق من الريبوز ثم نعود لزيكزوز ست درات الكاربون مثل الغليكوز الفريكتوز والغالاكتوز هو قريب من الغليكوز يظهر عند تحلل اللاكتوز والذي هو سكر الحليب ثم نعود لزيبتوز سبع درات الكاربون مثل سيدو أبتيلوز يظهر مثل الريتروز في وقت البناء الضوئي للجليكوز أو إحيانا في الخلايا في وقت التمثيل الغدائي للجليكوز بالمحصلة لم نكن مطالبين بالدخول في هذه التعقيدات الكيميائية كمربو نحل والتي تحصل بفعل تفاعلات العديد من السكريات إلى أن تكون مخفضة مثل الجليكوز ديكستروز الفريكتوز ليبيلوز والسكريات الغير المختزلة بمجموعاتين تختلف نسبها وهي عديدة بمؤثرات متداخلة فيما بينها بل العمل على إدراك النحال للتعريف بشكل مبسط بما تنتجه الظهور من حبوب اللقاح والرحيق وقد يتعدى الأمر إلى إنتاجية الدواء وكل خاصيات هذه أو تلك وهو ما عملنا عليه طيلة ثلاث دروس الأخيرة حرصا منا على أن يكون النحال ملم إلمام كبير بمعطيات بسيطة وذات قيمة كبيرة لكل حيتياتها كونه يحتك بها يوميا ولا يعدر أحد بجهلها له الأساتد الفضلاء لإخوة الأعزاء بعد هذا الجرد المتوادع لمتعلقات ندوة أو الميلة وما كان يغيب عن البعض من معطيات عنها بحكم التركيز على حبوب اللقاح والرحيق بشكلهما السطحي دون التوسع في فهم عمق الأشياء وتعلق النحل بإنتاجيتهما دون معرفة حقيقة هذه الإنتاجية وعلاقتها بمتغيرات الظروف والمؤترات الفاصلة في الرفع منها أو أكس ذلك بعد ثلاث أسابيع قد يشعر النحال اليوم أكثر من أي وقت مضى برصيد معرفي تقني وعلمي لا بأس به عن كل أو على الأقل جل حيتيات إنتاجية حبوب اللقاح والرحيق واندوة وهو أصل كل تنمية في قطاع تربية النحل وإدارة المناحل كون هذه هي المرتكزات الأساسية التي تدعم وتقوي طبيعة عيش النحل الإخوة الأفاضل أتمنى أن أكون قد وفقت في تحديد الأسس التي ينبغي الاعتماد عليها لتوجيه منح النحال في الوجهة الصحيحة بناء على مخزون من المعطيات العديدة التي تم تقديمها ليس بالاستئناس بها فقط بل لترسيخها في ذاكرة ومخيلة كل نحال لنجد أنفسنا في طليعة النحالين بالمعنى الصحيح وسوف نعود بعون الله في الأسبوع المقبل لمراجعة والتحقق من كل ما قيل عسى نجد أنفسنا فيما نأمل أن نكون عليه قبل مواصلة مسيرة العمل والعطاء بمواضيع مرتبطة بالتغذية والأمور التقنية في مجال تربية النحل وإدارة المناحل وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جداً للغاية جداً للغاية والحمد لله من فضل الله ثم فضل أستاذنا الجليل استفدنا من هذه الأطرحات كثيراً 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 فكلنا جميعاً نستفيد من أستاذنا الجليل سواء كان نحل مبتدئ معترف أكاديمي فكلنا نستفيد من أستاذنا الجليل أدامه الله ومتعه بالصحة والعافية وجعل ما يقدمه لنا وللجميع في ميزان حسناته إلى يوم الدين شكراً 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 أستاذنا الجليل على هذا الدرس القيم بارك الله بك وجزاك الله عنا كل خير مهما نقول لا يمكن أن نكفيك جزاء ما قدمت لنا مهما شكرناك لا يمكن أن نقدم أو نعطيك جزاء ما قدمت لكن نقول جزاك على رب العالمين هو الذي يجزيك خيراً عنا إن شاء الله تعالى وأنتم أخواني الأفاضل أتمنى أن تكون عمة الفائدة عليكم من خلال هذا الدرس القيم